جزئية أخرى ويمكن ناشت تتكلم دايماً على الصفاقات ومش الصفاقات وإيه اللي هيحصلوا الأهل هيجيب مش هيجيب هو مؤكد الأهل هيجيب المؤكد إن الأهل هيجيب أصلاً ما ينفعش منه الأهل هيجيب هيجيب صفاقات جامعة لازم إن شاء الله ربنا يكرم بس يكون فيه توفيق لأن خلي بالك برضو المفاوضات وارد تنجح وارد ما تنجحش يحصل حاجة يحصل مش عارفة كم من ده أنت بتسعى وبتحاول تعمل كل عليك وتجيب صفاقات مهمة لكن في وجهة نظري وأنا دايماً لما بتكلم بتكلم كواحد والله من متابعين نادي الأهل واحد من عشاق نادي الأهل وبتشرف جداً جداً بانتماء للنادي ده بصراحة يعني لكن إحنا يا جماعة الصفاقات الأهم بالنسبة لنا الأهم وفهم كلامي كويس الصفاقات الأهم هي اللعيبة اللي مريحة هتقول لي يا عم بقى ارحمنا بقى وريحنا بقى هتقول لنا اللعيبة اللي قبل كده واللعيبة اللي مريحة والظروف ومش الظروف والله العظيم والله العظيم عندنا لعيبة تقيلة جداً وفرقة محترمة قوي الظروف كانت يعني ماشية معها بشكل معاكس جداً يعني أنت عندك الشناوي أفضل أفضل لعب في أفريكيا ومش أفضل حارس برس عندك أفشة عندك في محمد عبد المنعم ما شاء الله عليه ده حاجة بالنسبة لي حاجة تانية خالس أنا بتكلم دلوقتي عن اللعيبة اللي مريحة محمد شريف عندك سلية عندك حمد فتحي عندك ياسر إبراهيم مين تاني يا جماعة فكروني عندك مين تاني في الدفاع عندك معلول لأ عندك لعيبة تقيلة قوي مريحة ضف ليهم قال يو ديانج مخبالك يعني في لعيبة تقيلة في النادي الآي وهي دي صفقات الحقيقية عندك طاهر الصفقات الحقيقية هي دي اللي هي بتريح دلوقتي وحترجع بإذن الله بشكل أفضل بكتير جداً ومغير تماماً على الفترة اللي فاتت هل معنى كلامي بقى أن أنا بقولك الأهلي مش محتاج صفقات لا طبعاً الأهلي محتاج صفقات قوية جداً يشوف أبرز بضاعة موجودة في الدور المصري ويجيبها يدعم بيها اللعيبة اللي موجودة دي ده بديه أنا بقولش كلامي يعني ما بقولش حاجة غريبة ده البديه أنت محتاج صفقات قوية تدعم بيها العناصر الممتازة الممتازة اللي عندك وتركز على كام واحد الأجنبي اللي هنجيبهم مع الناس اللي موجودة اللي هم ما هيكملوا يعني فإن شاء الله بإذن الله الأمور هتكون كويسة ونتفاقل خيراً